اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرح كل بيت بحريني وما قصره وعيد مبارك على جميع عيد الحجاج إلى جلالة الملك اشكر جلالة الملك الحكومة الرشيدة على العفو ومباركهم على العيد وعلى فرحة اهالينا صلعتنا من السجن العفو الملكي الخاص بالافراج عن 545 نزيلا يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي جلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم وبمناسبة عيد الاضحى المبارك وهو ما عكس الفرحة والسرور على قلوب اهل النزلاء جزاكم الله خير والله يعطيكم مستشفى الله الصحة والعافية وانا اشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه على هذه المكرمة اللي مثل ما يقولون الحنى مبسوطين منها والاهالي جميع الاهالي مبسوطين منها هذه الرعاية الابوية الكريمة من لدن جلالة ملك البلاد المعظم التي تسهم في تعزيز التلاحم الاسري ليست هي الاولى بل سبقتها العديد من اللفتات الانسانية وابرزها العفو الملكي بالافراج عن 1584 محكوما في قضايا الشغب والقضايا الجنائية الذي صدر في شهر ابريل الماضي وتبذل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهودا متواصلة من اجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان وفق منظومة شاملة ومتكاملة اذا هي قصص نجاح تسطرها مملكة البحرين لابراز منجزاتها الحضرية بمجال حقوق الانسان في ظل نهج ملكي سام يشهد له التاريخ بمبادراته الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر